السلام عليكم يا رب تكونوا بخير حاولوا توصلوا الفيديو ده للسيد الفريق كامل الوزير وزير النقل انا كمواطن ساكن في محافظة قسيوت او سهاج وعاوز اروح البحر الاحمر وبالتحديد مدينة الغرداء فالمسافة من قسيوت للغرداء تبلغ 410 كم عبر الطريق اللي قدامكم ده والمشوار ده مهم جدا لسكان قسيوت والغرداء والاف الرحلات سنويا تنطلق من قسيوت وسهاج للغرداء لانه هو ده اقرب بحر ومصيف ليهم لكن اسكندرية تبعد عن قسيوت بحوالي 580 كم احنا ممكن نوفر 53 كم كاملة من المشوار ده اللي هو 410 اللي بتمشيها الاف السيارات سنويا لو عملنا وصلة سهلة بسيطة طولها 55 كم فقط الوصلة دي هسيب لكم لينكل تحملها وعرضها على برنامج جوجل ايرس للكمبيوتر الوصلة المقترحة هتاخدك من المكان ده الموجود قبل الغرداء بمسافة 108 كيلو للقادم من قسيوت او سهاج لو كان هيسلك الطريق القديم وتوصلك لنفس النقطة لكن فقط بمسافة 55 كيلو بالزبط بدل 108 كيلو وبطرحة 55 من 108 نلاقي اننا هنوفر على سكان سهاج وقسيوت مسافة 53 كيلو زي ما قلت في بداية الفيديو وبعرض ملف تحديد الارتفاع على الوصلة دي فنجد انها تقريبا لا تواجه اي عقبات او اختلافات في مناسيب الارتفاعات ده طريق سهل جدا وتنفيذه اسهل من طرق كتير اخرى وتعالوا نحسب مع بعض لما توفر علي 53 كيلو رايح و 53 كيلو راجع يبقى 106 كيلو ولما يكون عندنا حوالي 100 الف عربية بتقطع المسافة دي سنويا يبقى اجمالي مسافة 10 مليون و 600 ألف كيلو هنوفرها نقسمها على 13 كيلو لكل لتر بنزين فنلاقي انك هتوفر 815 384 لتر بنزين اضرف 10 جنيه هتساوي 8 مليون جنيه وشوية ده غير الدعم وهتوفر كمان حوالي مليون جنيه غيار زيت ده غير توفير الوقت وقطع الغيار وتلويس البيئة وكل ده بيتم انفاقه سنويا وفي ازديات فأكيد الوصلة دي هتفيد جدا سكان أسيوت وسهاج المحرومين من اي شواط قريبة من محل اقامتهم لو الاقتراح عجبك ياريت تعمل لايك وتشارك الفيديو وتساعدني في نشر الفيديو وتوصيل الفكرة للمسؤولين في وزارة النقل ومجلس الوزراء شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته